أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتبسيط العلوم حلقة اليوم نعرض فيها لمنهج الفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوي بضيافة الأستاذ الكريم الأستاذ عصام زهران أهلا بحضرتك أهلا بك فن الأستاذ عصام زهران خبير مادة المنطق والفلسفة بوزارة التربية والتعليم وعرض وتحليل لهذا المنهج الشيق يتالي معظم طلابنا بيستمتعوا بدراسة هذا المنهج أكيد طبعا فلسفة علم قريب لنفس الطلاب كتير جدا لأن الفلسفة يعني أقرب ما تكون إلى الإنسان هي دراسة للإنسان في حد ذاته وده اللي هنستكمله النهاردة مع بعض إن شاء الله بما شئت الله حلقتنا النهاردة هنستكمل فيها حدثنا عن فلسفة الأخلاق إن شاء الله النهاردة هنستكمل باقي المذاهب اللي ما انتهناش منها في الحلقة السابقة إن شاء الله في البداية طبعا إحنا هنعمل بمراجعة سريعة جدا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن نشأة الفلسفة الأخلاق وقلنا لها نشأة في الحضرات الشرقية القديمة ونشأة في بلاد اليونان وميزنا ما بين طبيعة الأخلاق في الشرق القديم وطبيعة الأخلاق في فلسفة اليونان ثم تحدثنا بعد ذلك عن معنى كلمة أخلاق ومعنى مذهب وتتابعة معنى المذهب بدأنا بالمذهب العقلي ثم مذهب المنفعة ثم مذهب الوضع الاجتماعي ثم بدأنا في الحلقة السابقة مع مذهب الضمير ثم النهاردة إن شاء الله نستكمل باقي مذهب الضمير مذهب الضمير زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت يلقى صدى ويلقى ترحيب لدى الإنسان العادي لأنه أقرب الإنسان العادي دائما ما يرد الأخلاق إلى الضمير والمتدينين أيضا يجدون يعني سعة وقبول لفكرة الضمير على اعتبار كما يرى بعضهم أن الضمير هو صوت الله داخل الإنسان الذي يلهمه دائما بفعل الصواب وينهاه دائما عن فعل الشر وقلنا بقتها إن من أشهر من يعني تحدث عن مذهب الضمير هو جوزيف باتلر وقلنا باتلر أحد الفلسفة العظام في تاريخ الفلسفة وعرف الضمير وقلنا وقتها إن قوة فطرية كامنة داخل الإنسان ونوهنا إن كلمة قوة دي لابد إن احنا نبقى فهمين إن قوة معناها استعداد داخل الإنسان قد يفعل وقد لا يفعل زي قدرة يعني كأن قوة هنا هي قدرة أفعلها أو لا أفعلها ده الضمير وقلنا كامنة وكأن باتلر يرد الأخلاق إلى قوة داخل الإنسان وليس خارجه لأن طبعا المذهب الوضعي الاجتماعي كان جعل الأخلاق من سلطة المجتمع فالسلطة التي تلزم الإنسان بالأخلاق لدى مذهب الوضعيين الاجتماعيين كانت سلطة خارجية المجتمع يحدد القيم المجتمع يحاسبني المجتمع يجازي الإنسان فالسلطة كانت سلطة أخلاقية خارجية لكن مع جوزيف باتلر زي ما سمعنا كده قوة كامنة داخل الإنسان فإذا الإنسان يلتزم أخلاقيا تحت تأثير قوة داخل الإنسان هذه القوة ما وظيفتها داخل التعريف بيقولي هي تجعل الإنسان أو تدعوه إلى ضبط شهواته أهوائه رغباته بتقوله أثبتها سيطر على شهواتك ومن جهة تانية الضمير بيقول الإنسان افعل أو لا تفعل أو بمعنى أصح توجهه دائما إلى فعل الصواب وقلنا أن الضمير لدى بطلر لديه وظيفتين نشوفهم مع بعض وظائف الدميرة عند بطلر قلنا فيه وظيفة عقلية نظرية وفيه وظيفة بنقول عليها آمرة ناهرة الوظيفة العقلية النظرية خلي بالك ده شيء بيتم داخل العقل الإنساني أنا بتكلمش عن فعل وسلوك خارج أنا بتكلم عن شيء داخل العقل عشان كده بنقول الدميرة عندنا هنا مبدأ فكري موضوعه أفعال الناس يعني كأن هنا أنا عقلي بيقولي هذا الفعل صواب هذا الفعل شر خلي بالك ده مبدأ في العقل العقل دائما يحكمهو بيقولي هذا الفعل صواب هذا الفعل خطأ هذا الفعل خير هذا الفعل شر على فكرة ده داخل العقل هذا الحديث يدور داخل الزهن عشان كده سمناها وظيفة عقلية نظرية في داخل العقل أنا ما انتقلتش للممارسة ما روحتش للفعل ما تكلمتش عن سلوك أصحي ممكن أكون بتكلم عن سلوك الآخرين خلي بالك ما أنا ممكن أشوف سلوك قصادية أقول ده صواب أقول ده خطأ بس من سلوكي أنا والعقل هنا هو الذي والضمير هو الذي يحكم طيب وخلي بالك بقى الضمير يعمل إيه يدين بعض الأفعال التي يفعلها الإنسان متعمدا وعارف يميز كويس جدا الأفعال التي يفعلها الإنسان مضطرا فلا يدينها يعني أنا فعلت فعل خطأ عن طريق الخطأ الضمير مش هيعقبني عليه ومش هيوجعني ومش هيقلمني ومش هيتخذ منه موقف اللي أنه عارف جدا يميز الضمير ما بين الفعل الذي ارتقبه متعمدا والفعل الذي ارتقبه يعني يعني بشكل كده إيه غير مقصود دي كانت الوظيفة العقلية النظرية طيب نشوف بقى الوظيفة الأميرة النهية الضمير هنا ينتقل إلى مرحلة الأمر والنهي الفعل افعل ولا تفعل أنا خلاص ما هو أمر ونهي افعل الضمير هنا سلطة تجبر الإنسان على فعل هذا الفعل وترك هذا الفعل الضمير هنا يعني عبارات الضمير وكأنها أمر للنفس الإنسانية أمر الإنسان أمر مفوش جدال نفذ فتأمر بفعل فعل مستحسن أو فعل خير أو فعل صواب وتنهى عن فعل غير يعني غير مستحب أو فعل مستهجن أو فعل مزموم وصف الضمير لفعل بإنه خاطئ كأنه بيقول الإنسان لا تفعل لو الضمير وصف فعل إن هذا الفعل خطأ الوصف ده يعتبر أو ينزل منزلة الأمر الإنسان لا تفعله وإذا وصف فعل تاني بإنه خير يبقى معناه إنه لابد أن تتحلى بي لابد أن تتمسك بي لابد أن تفعله يبقى وصف الضمير مجرد وصف الضمير وكأنه أمر أو نهي للإنسان طيب مذهب الضمير زي ما اتفقنا وإحنا بتوع فلسفة وقلنا طلابنا اتعلموا خلاص إنه كل مذهب لابد من اتخاذ موقف منه الوازن خليني نتعلم الكلمة دي أنا وازن لكل المذاهب وازن لكل فكرة وأنا بظن إنها كلمة عربية يعني صحيح في كلمة النقد لكن هي معناها من أحد معنيها الوازن خليني أنا من شخص وازن دارس الفلسفة وازن للأفكار وازن للمذاهب وازن لكل فكرة معروضة ومقترح فنقول إيه مع سموم مذهب الخلقي اللي بطلر يعني شيء سامي جدا إن الإنسان يلتزم وينصاع لفكرة الضمير لكن ضمير لكن مذهب الضمير عند بطلر في يعني مش عايزين نقول خطائين لكن يؤخذ عليه حاجتين أولا بطلر بيقول لم يذكر السمى المشتركة بين الأفعال الخيرة أو الأفعال الصواب عشان عرفها وبيقوا السمى اللي بتميز الأفعال الشير يعني هو ببساطة جدا بيقول لي الضمير يميز ما بين الصواب والخطأ تبع عرف إزاي الصواب يعني هي الصفة اللي أقول إن الصفة دي إذا وجدت يبقى ده فعل صواب ما قال ليش الصفة اللي موجودة أقول ده خطأ ما فيش يعني ما حط ليش المعيار اللي ميز على أساسه هذا الفعل صواب وهذا الفعل خطأ مذهب الضمير ما جابش يصير الده لم يحدد الصفة المشتركة للأفعال الخيرة أو الأفعال يعني الغير خيرة أو الأفعال الصواب والخطأ ما حددش الصفة اتنين من الأخطاء برضو اللي وقع فيها بطلر لما اعتبر إن الضمير قوة عامة موجودة عند جميع الناس وده في الواقع وفي الفعل مش حقيقي احنا بنشوف كتير جدا في حياتنا في ناس ضميرها صاحي ضميرها موجود وفي ناس ضميرها مطاط زي ما نقول كتير يعني ضميرها منعدل وفي ناس منقول ضميرها يعني يعني مع المصلح زي ما نقول كتير بالعمال المصرية فإذا اعتبر إن كل الناس لديها ضمير لا لم يوفق فيه بطلر اعتبر الناس كلها لديها ضمير واحد ده صعب جدا ما قمش واحد عند كل الناس الناس مختلفين وفي حياتنا اليومية بنشوف ده عشان كده قلنا دي من أهم يعني الأشياء التي أخذت على مذهب الضمير لدى بطلر من المذاهب القوية جدا يعني والمذاهب التي تلقى قبولا في تاريخ الفلسفة لأنه فيلسوف عظيم امانويل كانت كانت الفيلسوف الألماني رجل قمة في الانضباط شخصية يعني بنعتبرها على قمة القرن الثامن عشر قمة النقد فيلسوف النقد هذا الرجل فلسفته كلها تقريبا فلسفة نقد لما تكلم وعلى فكرة من مميزات مذهب قانت الصرامة المطلقة حتى في الأخلاق الرجل ده صارم في كل أراء تعالوا نشوف مذهب الواجب عند قانت مشي زي لأنه شوية محتاج شرحه وتفسيل كتير مذهب الواجب عند قانت لما هتكلم عنه هتكلم عن ثلاث أفكار مهمة جدا فكرة مفهوم الإرادة الخيرة وفكرة الواجب أساس الأخلاق وفكرة ما يسمى الأخلاق استجابة لإملاء العقل خلي بالك أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا عشان بيحصل خلط كتير عند طلابنا مذهب الواجب عند قانت هو مذهب عقلي لكنه حتى الواجب اللي هتكلم عنه قانت هو يعني احترامك لكمة العقل في ذاته تعالي اتكلم مع بعض لما اتكلم عن مفهوم الإرادة الخيرة قال هي وحدها التي يمكن تصورها في هذا العالم إرادة خيرة اسمع كلمتين كده إرادة تريد الخير وهي وعياء وهي فهماء وهي تريده هي الشيء الوحيد اللي ممكن أعتبره خير إرادة خيرة أنا أريد بفعل حر أن أفعل الفعل الخير قال دي الحاجة الوحيدة دي الإرادة الوحيدة اللي موجودة وده اللي فعلا توصف بفعل الخير لأن أنا أصدها راغبها أريدها إرادة حرة بعقلي ودينا مثال على كده فإذا قصد إنسان أن يفعل خيرا كأنقص غريل لكنه فشل هيبقى برضو نفس فعله وفعل أخلاقه طبيب أراد أن ينقذ مريض لكن المريض مات برضو ما زال هذا الفعل الذي أداه الطبيب هو يعبر عن إرادة خيرة هو أراد إرادة خيرة لكن النتيجة شوية عند قانت ما كانش ملتفت لها أو يعني أو معنى أصح الإرادة هنا فعل أنك تريد فعل الخير هي المقام الأول ولذلك هي الإرادة الحقيقية طب تعالوا نشوف الواجب أساس الأخلاق قال الواجب هنا عند قانت بقول إيه هو أمر يستند إلى أساس من العقل العقل بيفرده الإنسان بحكم طبيعته العقلية والمراد بالأساس العقل لما هو يجي يقولك كلمة أساس عقلي كأنه بيقولك أن كل نقيد للفعل اللي موجود في صدق ده هيؤدي إلى نعدام الفعل لأ استنى بقى شوية يعني لما فعل هذا الفعل إذا حملت فعل عكسه إن عدم الفعل طب أنا مش فاهم نضرب مثال شوية هو بيقول لأ بد أن كل الناس تقول الصدق نضرب مثال مبسطة كل الناس لازم تقول الصدق لو قالك طب تعالوا نعمل العكس لو تصورنا كل إنسان بيجذب على الإنسان التاني إيه اللي هيحصل قال أصلا مفيش فعل هتنافع الناس واشتعرف تتعامل مع بعضها أنا بجذب عليك وده بيجذب علي وبابا بابا وإحنا كل الناس بتجذب على بعضها ولكن بقى كل إنسان هيحكم بالكذب على كل اللي بيسمعه وكله بيشوفه واللي بيسمعنا أنا كمان هيحكم عليها بكل كذب يبقى كأن الفعل هنا فعل الكذب أو يعني إذا أقر العقل فعل معناه أن نقيد الفعل يؤدي لنعدام الفعل لنفسه شفت العقل لما يقولك لابد أنك تقول الصدق لأن قول الكذب يؤدي لنعدام على طول مش موجود طيب نجيب على الحاجة الثالثة الأخلاق استجابة لإملاء العقل يعني إيه واجب قانت عم يقولي افعل الواجب افعل الواجب ودائما على فكرة قانت يقول إيه لما تفعل الفعل افعل الفعل كأنك بتفعله عن كل البشرية ينطبق عليك وينطبق على غيرك افعل الواجب عليك طب الواجب هو إيه قال لي أداء الفعل احتراما للعقل في ذاته احتراما للقانون الخلق في ذاته قاعدة عامة ما فيش حد يعني أنت بتفعل الفعل للعقل لأن عقلك قالك عليه ولا رغبة ولا منفعة اللس يسرق وينجو من العقاب وينتفع في حياته بما سرق آه لكن صوت فترته وصوت ده بيليه لا ده غلط ده غلط أصحيح أنا سرقت وهربت لكن حيتبقى العقل دائما يصف هذا الفعل وخلي بالك بقى عند قانت حتة كده شوية مش موجودة بس لازم نقولها أن دائما الفعل الأخلاقي عند قانت مش مش مشروط بشرط أنا أفعل الفعل ما عنديش شرط يفرده علي يعني بمعنى صح أنا أفعل الصدق للصدق في ذاته أفعل الأمانة للأمانة في ذاتها مش عشان أخش جنة ولا عشان خطر أنتفع ولا عشان خطر حد يتكلم علي لا ده فعل الواجب احترام للعقل ذاته يعني حضرتك تفعل الصدق خلي بالك فيه أمرين عند قانت دائما كان يقول فيه أمر يقول لك إيه قل الصدق وسقط بس قل الصدق واحد تاني قولك قل الصدق تدخل الجنة قانت يرفض التاني ده مش حاجة اسمها قل الصدق تدخل الجنة أنت بتقول الصدق تقول الصدق لأن العقل يؤكده لأن العقل يفرضه لأن ده الواجب على الإنسان يعني أحسن إلى فقراء تدخل الجنة عند قانت الكلام ده مش موجود مش موجود أن تتفعل الفعل للأخلاق أحسن الفقراء بس ليه لأن الفعل يفرده العقل يفرده الواجب إذا أنت أخلاق واجب أنا واجب علي إيه خلي بالك قانت هنا يحتكم للعقل يحتكم للنمير الواجب عند قانت يحتكم للعقل ذاته فقط ولا فيه عاطفة ولا فيه مشاعر ولا فيه أي شيء تاني مذهب الواجب عند قانت أنت وازن طالب الفلسفة وازن وتعلم يوزن كل مذهب وكل فكرة تعالوا نشوف مع بعض التعقيب اللي هنعقبه على مذهب قانت ومهم جدا أنه نقف عنده أولا السلوك الأخلاقي عند قانت في مذهب الواجب صدر عن العقل واحده يعني ولا مشاعر ولا عواطف ولا أي شيء وده طبعا يعني مش صحيح قوي لأن كل إنسان فينا وحنا اتكلمنا بلا كده وحنا بنتكلم عن مذهب العقل في حلقة سابقة أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا بوجود دوافعه الفطرية وشهواته ورغباته ومشاعره وفي نفس الوقت العقل ولابد الإنسان يوزن بينه فمن أهم الأشياء اللي أخذت على قانت أنه اعتبر السلوك الأخلاقي في مذهب الواجب صدر عن العقل واحده العمل طبعا مذهب قانت عمل على إيمات الدوافع الإنسان يولي الإنسان الفطرية كل ده بره خارج خارج دائرة الأخلاق لابد إن الإنسان لا ينصع لعواطفه ولا للوافعه ولا لعواطفه وضرب أمثلة كتير جدا ضرب أمثلة كتير جدا إن لابد إن الإنسان فيه ها لابد أن ينصع إلى فكرة العقل فيش حاجة اسمها يعني عاطفة شعور خوف دوافع وحسن الفقير ده صعب عليها لا لا عند قانت فيش الكلام ده عند قانت الأخلاق تستند للواجب للعقل فقط لا يغير ولذلك كنا بنقول إحنا في بداية الحلقة قلت لكم أو في بداية حدثنا عن قانت قلت لكم شخصية صارمة صارمة في مجال الأخلاق إذا كان السلوك الأخلاق السليم ضروري لحياة الإنسان إلا إنه لازم يكون في حدود إمكانية البشر أنا بنا آدم أنا طبيعي أنا ممكن نشوف إنساني بيسرق وصدي طفل يعني سرق حاجة يكلها وفقير مقدم وزي حد جي قال لي هو سرق أنا ممكن أقول لأ أنا وارد جدا أقول لأ عواطفي تغالبني مشاعر تغالبني هقول لأ طبعا عند قانت لأ عند قانت لأ ما فيش الكلام ده عند قانت في الواجب العقل الصدق المطلق ما فيش استثناءات في مذهب الواجب عند قانت لا يوجد استثناء تماما ولذلك وصفنا مذهب قانت وبإنه مذهب صارم دي مذاهب الأخلاق أو مذاهب الأخلاقية اللي إحنا شفناها مع بعضنا إحنا استعرضنا فلسفة الأخلاق كاملة وشفناها من بداية نشقتها ثم انتهينا بمجموعة من المذاهب اختلفت في رؤيها اختلفت في وجهات نظرها كتير ناس لجأوا للأخلاق على اعتبار قوة العقل في ناس لجأوا لقوة الضمير في ناس لجأوا لقوة المجتمع في ناس لجأت لقوة الواجب الذي هو يستند أيضا إلى العقل دي كانت فلسفة الأخلاق خلي بالك فلسفة الأخلاق بتتكلم على الإنسان على علاقة الإنسان بذاته لكن هل هناك أخلاق تحكمني على مستوى أعلى؟ هل الدولة أو النظام أو لو زي ما نشوفت النهاردة مع أفلاطون هل الدولة لها يعني قوانين كما يرحكم الإنسان قوانين ونظام؟ هل المجتمعات لها قوانين ونظام؟ هنا بنتكلم عن حاجة اسمها السياسة أو فلسفة السياسة ويا ترى فيه فرق بين السياسة كعلم وفلسفة السياسة ولا لأ؟ ده اللي حنشوفه مع الموضوع الرابع من موضوعات المنهج بتاعنا لما بنتكلم عن فلسفة السياسة مفهومها وموضعها تعالوا نبدأ النهاردة ببساطة جدا يعني نتكلم عن فلسفة السياسة مفهومها وموضعها زي ما اتفقنا أنا عندي حاجة مهمة جدا هي كلمة سياسة أصلا جات منين؟ كلمة سياسة الإنجليزية معلها لوتكس ودي مستمدة من كلمة يونانية معناها فوليس فوليس يعني ايه بقى جات منين؟ أو فوليس زي سأب التعبير الشعب عندنا يقولك فوليس بمعنى دولة المدينة الحضارة اليونانية القديمة كانت بتشوف كل مدينة صغيرة لابد أن تكون دولة مستقلة يعني زي ما نقول كده كل محافظة من محافظاتنا احنا لها حاكم ولها قانون ولها نظام مستقلة تماما وكانت الدولة دي بتتولى مهام كتير جدا وظائف مالهاش حدود يعني هي بترب المواطن وهي بتشرف على حياته وأكله شربه حتى حياته الخاصة تغضع لحكم المدينة لكن إزاي أميز بين علم اسمه علم السياسة وفلسفة اسمها فلسفة السياسة كتير جدا من طلابنا وكتير جدا يسألك هو فيه فرق وساعتنا استفاجئة وتقولك أنا أول مرة أسمع مصطلح فلسفة السياسة أنا بسمع دايما علم السياسة جديدة جدا أن أنا أسمع كلمة علم السياسة ويا طرى الفرق بين الاتنين تعالوا نشوف مع بعض الفرق بين الاتنين علم السياسة بيوصف الظواهر السياسية هو فيه زواهر السياسية أي مجتمع فيه زواهر السياسية ويحللها ويعرف علاقتها إيه ببعضها يعني مثلا أنا بتكلم عن الظواهر السياسية موجودة في مجتمعنا نظام الحكم علاقة الدولة ببعضها الدول ببعضها عندي دولة ودولة عندي علاقة الدولة بالفرد أنا مواطم في دولة علاقتي بدولتي إيه وعلاقتي بالنظام الحكم إيه الأهم الهدف ديما من علم السياسة إن نحط قوانين سابتة قوانين علمية سابتة طب من خلالها اللي بقى من خلالها أحكم على العمل السياسي على المجال السياسي يبقى ده علم السياسة ده علم السياسة لكن لما تروح لفلسفة السياسة الوضع مختلف إوعى تنس ويغيب عن عقلك ديما إن أحد معاني الفلسفة هو الوزن هو النقد هو التحليل هو التفسير هو التبسيط هو معرفة القصص عشان كده هنروح لفلسفة السياسة ونشوف مع بعض قال لي عشان كده هي بتقوم بشرح وتحليل المبادئ اللي بيسلم بها علماء السياسة علماء السياسة بيسلموا ببعض المبادئ ببعض الأفكار ببعض المبادئ والقوانين تيجي فلسفة السياسة تاخد المبادئ السياسية دي وتبدأ تحللها وتشرحها تشخص فلسفة السياسة أمراض المجتمع السياسية وإيجاد الحلول لها وأنا عايز أضرب مثال بسرعة جدا قبل ما شو هنتعرض له سكرات نفسه خاد موقف من مجتمعه وبدأ يحلل أمراضه السياسية ويحاول يحط ليها عليك هنتعرض لده كمان شوية يبقى فلسفة السياسة بتشخص أمراض المجتمع السياسية تحاول أن تجد الحلول وتقترح ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع خدت بالك من كلمة ما ينبغي النظر المعياري الفلسفة دائما تسعى إلى ما ينبغي ما يجب الوضع المثالي الوضع النموذجي حتى ولو كان للمجتمع وتفترض دائما بفلسفة السياسة وجود مجموعة من القيم لابد أن يتحل بها المجتمع العدالة الحرية وتحاول دائما توزن وتشوف هل يترى المجتمع قدر يحقق فكرة الحرية هل يترى المجتمع قدر يحقق فكرة العدالة وتبحث في حقيقة السياسة ونشقتها كيف نشقت وهل هي موجودة بالطبيعة؟ بالاتفاق نقف بقى شوية هل الدولة دي نظام طبيعي كده ظهر لوحده والنظام السياسة ظهر لوحده ولا الناس اتفقت مع بعضها وتعاقدت مع بعضها على أن يبقى في حاجة اسمها نظام السياسة هنشوف طبعا وجيتنا النظر دون وهل تستلزم العدالة المساواة المطلقة؟ هل من العدالة النساوي دون كل الناس؟ طبعا أنت هتكتشف أن المساواة المطلقة في بعض الأحيان بتبقى ظلم لابد من التمييز أم تقد العدالة بامتياز البعض بحيس يكون التمييز والاختلاف أمره طبيعي طبعا أنا بستفز دائما لازم أنا أقوى أتجاوكا معين السؤالة بد أن يترك لكن دايما نقول للطالب لا أخلي بالك إن المساواة المطلقة في بعض الأحيان بتبقى ظلم لما ساوي بين حد تعب وحد اجتهد وحد ما اجتهدش طيب تعالوا نشوف نشأة فلسفة السياسة تاني حضارات الشرقية ويونان هو الحضارات الشرقية دي أه طبعا ده وضع طبيعي دي من أقدم الحضارات الشرقية وإحنا كدولة مصرية ننتبه لحضارة عظيمة اسمها الحضارة الشرقية ولنا حضارة خاصة بنا الحضارة المصرية لكن تعالوا نشوف نشأة فلسفة السياسة أو الحضارات الشرقية عارفت ده أه طبعا عارفت النظم السياسي عارفت القوانين عارفت التشريعات عارفت المحاكم الحضارات الشرقية القديمة عارفت ده ولما تبحث في حضارات مصر على سبيل المثال مصر القديمة حقيقة مصر عرفة النظام السياسي وعرفة نظم الحق وعرفة التشريعات وعرفة القوانين مش مصر بس كل حضارات شرقية لكن لكنها ما حطتش النظم القوانين دي في شكل موضع تساؤل يعني مثلا إذا ما اتفقنا قبل كده وقلنا الحضارات الشرقية القديمة يغلب عليها الطابع العملي الطابع الفعلي الطابع الديني الطابع الواقعي فبالتالي هي تنفذ واقع فعل ممارسة مش مشغولة أو بالجانب النظري ولذلك مش هتلاقي مثلا كتاب في فلسفة السياسة في الحضارات الشرقية القديمة أو في مصر مش هتلاقي كتاب مثلا في فلسفة الأخلاق في مصر القديمة مش هتلاقي لأن الأشياء دي كانت تمارس بالفعل فعل يمارسه الإنسان لكن هتلاقي الكلام ده موجود فين بقى لا الجانب النظري يبقى فلسفة اليونان شاطر برافو عليه هو ده اللي احنا عايزين نقوله إن العقلية اليونانية عقلية نظرية عقلية خالصة عقل خالص مسألة إحكام ومذهب طيب نشوف مع بعض بدأ الفلسفة اليونانية يسأله أو نشأة فلسفة اليونان زي ما قلنا عند اليونان خلال القرن الخامس قبل الميلاد إيدا ده نفس الوقت اللي نشأت فيه فلسفة السياسة ما احنا اتفقنا لما قلنا إن السكرات هو الذي أنزل الفلسفة من السماء للأرض حول اهتمام الفلسفة للإنسان من ضمن الأسئلة اللي سألها السكرات مثلا هو إيه شكل الدولة وإن نظام السياسي الأفضل والأمثل عشان كده نشأة فلسفة السياسة ظهرت في نفس التوقيت أو ظهرت برضو مع سكرات بدأوا يسألوا سؤال هل الدولة موجودة بالطبيعة ولا الإنسان هو اللي صنع الدولة يعني هل مثلا نظام الأسرة احنا عارفين إن الأسرة نظام طبيعي زوج وزوجة وفي أولاد فنظام طبيعي بطبيعة بفطرة الإنسان كده طب هل الدولة زي الأسرة هم بدأوا يسألوا السؤال ده وهل يمكن للإنسان أن يغير نظام الدولة ولا هي مسألة سابتة طبعا لو هي طبيعية هتبقى سابتة لو هي باتفاق الإنسان ومن صنع الإنسان إذن يستطيع أن يغيرها أم إن لها طبيعة سابتة لا تتغير هل مصدر سلطة الحكام من الآلهة أم أفراد المجتمع والناس هما اللي بيدوا للحاكم السلطة من الموضوعات اللي التفت إليها فلسفة اليونان أو فلسفة السياسة في الحضارة اليونانية القديمة وتسألوا إيه أفضل صورة للحكم وإيه الدولة المثالية طبعا أنت هتفاجأ دروقتي طبعا إن سكرات غير أفلاطون غير أرستو وجهات نظرهم مع إن التلاتة يعني بيعتبر كل واحد فيهم أستاذ للتاني لكن وجهات نظرهم فلسفة السياسة اختلفت اختلفت طبعا نشوف مع بعض وجهات نظر الفلسفة نشأت الدولة في النظريات اليونانية القديمة سكرات مع حظنا مع سكرات كده إنه دائما يكون نقطة البداية لأنه أنزل الفلسفة من السماء للأرض عاش سكرات في ظل حكومة أسينة ديمقراطية وكدت حكمها حكم ديمقراطي قدرت تحقق للمواطن جميع حقوق كتير جدا معرفتها الشعوب كتير جدا في هذا التوقيت ورغم ده الحضارة اليونانية القديمة في عهد سكرات أو المجتمع ده واجه فساد واجه ظلم لما انتشرت طائفة الصفستائيين كلمنا عنها في حلقة سابقة وقلنا إن كلمة الصفستائي معناها المغالط الذي يتلاعب بالألفاظ الذي يتلاعب بالكلام ودائما كان غرادهم غرادهم الربح والزهور والسيطرة على المجتمع فبالتالي ظهور طائفة الصفستائيين صاحبه ظهور الفساد والظلم في المجتمع اليوناني لأنه بدأ هنا ينقشوا وأخذوا بقى ينقشوا أصل القوانين أصل النظم السياسية نشأة الدولة وهل مرجعها إلى الآلهة أم مرجعها إلى الإنسان إلى آخره في هذا العصر تصدى سوكراط لخطر الصفستائيين تصدى إليه منفردا يعني باعتمادوا على المنهج العقلي لكن أسينة ديمقراطية حاكمت سوكراط واعدمته ليه؟ لأن الراجل بدأ يقدم نقد دحاد ولازع جدا لجانب الحكم وبدأ يعارض الحكام في ظل الظروف دي نشأ تلميزه أفلاطون وشاف ده بعينه وبدأ يكتب أشهر كتاب عرف التاريخ السياسي وهي محاورة الجمهورية أو يوتوبيا زي ما لنا في كتير من أولادنا بيعرفوها أو الدولة المثالية أو المدينة الفاضلة صور فيها شكل المجتمع المثالي من حيث كل جوانبه كان أفلاطون في هذا الكتاب حالم نقدر نقول كده بدولة مثالية حالم بدولة نموذجية ولذلك كلمة يوتوبيا معلش كده هي صحيح الكلام خارج من هجناء لكن دايما أقولها كلمة يوتوبيا ما تقدر تشوف معناها هتلاقيها اللا مكان معناها كده اللا مكان يوتوبيا لا مكان وكأنه حلم من الأحلام التي راودت أفلاطون أو راودت بعد كده الفلسفة كتير جدا وحنشوف حتى النهاردة أحد النمازج إن أسعفنا الوقت يعني هنشوف الفرابي حالما بمدينة فاضلة أيضا نشأة الدولة في فلسفة أفلاطون أفلاطون اتفق مع أستاذ سكرات على أن نشأة الدولة أمر طبيعي خلي بالا الاثنين بس عشان لما ننتقل بعد كده اللي قرصته هنشوف المسألة شوية قالوا أن نشأة الدولة أمر طبيعي فطرة عليه الإنسان الإنسان ما يقدرش منفردا يكفي حاجاته الإنسان عنده حاجات كتير جدا عايزي يكله يشرف يلبس مسكن حاجات كتير جدا منفردا ما يقدرش يلبي كل احتياجاته إذن هو محتاج للآخرين محتاج لمجتمع محتاج يعيش في استناس الاجتماع الإنساني زي ما هقول بعد كده مسألة ضرورية الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده لأنه ما يقدرش يكفي نفسه بنفسه كل احتياجاته والإنسان بطبعه زي ما يقول أفلاطون كده حيوان اجتماعي أو مدني بالطبع حسب عبارة ابن خلدون ما يقدرش يستغنى عن الحياة مع الآخرين لذلك بدأ أفلاطون يكلمنا عن فكرة التخصص إنه كل مواطن من مواطنين يتخصص في مهنة طالما احتياجاتنا كلها واحدة يعني احتياجاتنا واحدة لكن أنا كإنسان ومفرد ما قدرش يعمله فحد يتخصص في الزراعة حد يتخصص في الصناعة حد يتخصص في التجارة ونكفي حاجاتنا مع بعضنا البعض ومن هنا بدأت تنشأ طبعا الحاجة لوجود جند ليه؟ وحراس يحرصوا الدولة دولة المدينة وحكام يقودوا المدينة يسوسوا المواطنين يقودوهم والحكام دول لابد أنهم يتصفوا الشجاعة والحماسة والحكمة والقدرة عن الدفاع عن الأفراد وحمايته دي كانت يعني ملامح فكرة أفلاطون لكن خلي بالك أنا قبل ما أخش لتقسيم الطبقات عند أفلاطون عايز أفكرك بحاجة مهمة عشان نربط من الاتنين لما تكلمنا في حلقة سابقة قلنا أن النفس الإنسانية عند أفلاطون خلي بالك أفكرك سريعا لها ثلاث قوة قوة الشهوة أكل وشرب وجنسي إلى آخره قوة الغضب وقوة العقل إيه وعا تنسى ده الثلاث قوة وقونا إذا الإنسان تحكم في شهوته بالعقل كان متمتع بفضيلة العفة وإذا تحكم في شهوت الغضب بالعقل كان متمتع بفضيلة الشجاعة وإذا تحكم العقل في شهوته كان متمتع بفضيلة الحكمة والإنسان اللي يشبع دول بالتوازن عنده فضيلة اسمها فضيلة العدالة شفت النفس الإنسانية كم قوة؟ ثلاثة المجتمع ثلاث طبقات وهتاخد بالك انه كل طبقة تناظر قوة من قوة النفس يعني مثلا عندي طبقة من الطبقات اللي تكلم عليها طبقة المنتجين على فكرة اللي تفكرني على طول او ما تسمحك كده من قوة الشهوة مش اللي يصير عنده قوة الشهوة اكل وشرب وجنس واحتياجاته البدنية طيب تعالى قوة طبقة المنتجين هي اللي هتتولى حاجات المجتمع من مأكل وملبس ومسكن الى اخره فكأن انا بتكلم عن القوة القولة من قوة النفس طيب انت قلتلي القوة التانية والقوة النفس ايه قلتلك القوة الغضبية لو العقل سيطر عليها بقيت انا عندي شجاعة جات عندي الطبقة التانية وهي طبقة الجند دي كأنها هي القوة الغضبية مهمتها طبقة الجند اللي هي ايه الدفاع عن الدولة وحماية نظامها ورد كل اعتداء عليها يبقى كأن هنا طبقة الجند هي نفسها القوة الغضبية عند الانسان خلي بالك من ده قويس جدا طيب انت قلت لي هناك في قوة تلتة وهي القوة العاقلة الحكمة وتتحقق العدالة لما العقل يسيطر على الشهوة وعلى الغضب طب تعالى كده شوف طبقة الحكام دول بيتولوا مهمة الحق وتوجيه الدولة نحو الخير عشان نكون مواطن صالح طب تسأل سؤال بقى مهم هو العدالة في رأي أفلاطون فين؟ قال لي العدالة بقى عند أفلاطون ان كل واحد من أفراد الطبقة دي يعمل في طبقته المنتجين منتجين الجند جند والحكام حكام والمدينة الفاضلة في رأي أفلاطون مهمتها تربية طبقة الجند وتربية الحكام وتربية تتناول والتربية دي اللي بقصدها أفلاطون احنا اتكلمنا أفلاطون حالم في مدينة مثالية التربية دي تنصب على تربي الروح وتربي البدن مش هتربي جزء واحد تربيهم على السبب تربية تتعلق ببدن الإنسان بجسم الإنسان أن يكون قوي ولكن تربية تتعلق بروح الإنسان وأخلاقه اتعرفنا في حلقتنا النهاردة على اليوتيوبية وعلى الفلسفة السياسية وعلى مفهوم الجمهورية في الفلسفة والمنطق في المادة الخاصة بالصف الثاني الثانوي ونشكر معكم أستاذنا الفاضل الأستاذ عسام زهران خبير مادة الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم على هذا العرض الرائع للمادة شكرا لك يا أستاذ أشكرك مشاهدين الكرام كنا معا وتبسيط العلوم شكرا لكم وإلى حلقة قادمة بإذن الله